السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تلاميذ السنة أولى متوسطة لحتى أولياء التلاميذ لهم يشاهدوا فينا معكم الأستاذ يسمين وأبنائي وبناتي اليوم رح نشوفوا الدرس الأول في الفصل الثاني لمادة الفيزياء يعني إن شاء الله بعدما تدخلوا من عطلة الشيثة رح تشوفوا باللي الدرس الأول اللي حتقرأوا في مادة الفيزياء هو المادة وتحولاتها إذن يلا أبنائي نشوفوا ولا على الأقل تدوا فكرة وش رح يتيح لكم إن شاء الله هذا الفصل إذن يلا أبنائي المادة وتحولاتها معنتها نولون قرأوا حجوم السوائل معنتها نولون قرأوا للطبيعة التحة مثلا صلبة سائلة إلى غير ذلك معنتها نحو من رأسكم قاع الظواهر الكاربية اللي شفتوها في الفصل الأول إذن يلا بدون إطالة أول شي لازم تعرفوا هو حجم جسم وسعة جسم إذن فرق كبير أبنائي في الفيزياء ما بين حجم تحاجة والسعاتة حاجة إذن يلا نشوفوا شنواء الحجم يعني هذه لازم ندخلوها في بالكم هو الفضاء أو الحيز الذي يشغله ذلك الجسم في كل الاتجاهات وإذا كان الجسم سائلا فإن حجمه يعادل مقدار الحيز الذي يشغله هذا السائل داخل الإناء الذي يحتويه إذن الحجم أبنائي هو الفضاء أو الحيز اللي يشغلو قاع هذا الجسم إذن مثلا نقولكم أنا اللهنة عندي إناء وإلا عبارة عن كأس إذا ملأت هذا الكأس مثلا هنا مفهوم إذن الحجم بتاع ذلك الجسم هو هذا فقط معنتها ناخد غير هذا مفهوم أبنائي هذا وشنو معنتها الحجم معنتها ما آراه بعيني مفهوم إذن ما حبس الله نعم إذن هذا هو الحجم تسائل تاعي مفهوم هذه وشنو معنتها الحجم هو الفضاء أو الحيز الذي يشغله ذلك الجسم في مثلا إناء معين أو غرفة أو إلى غير ذلك مفهوم يلا وشنو معنتها السعة يلا هنشوفه ذلك السعة هو أكبر حجم لسائل معين يمكن لذلك الإناء أن يحتويه هنا شوفوا أبنائي أكبر حجم إذن السعة هي عبارة عن أكبر حجم معنتها أقصى درجة يقدر هذا السائل يوصل لها مفهوم يلا مثلا ناخدو مثال آخر اللهنة أبنائي يخذينا مثال عن غاز مثلا نقولوا هذه بالونة مفهوم يعني نبولة هذه البالونة أبنائي وقت شوقوا العسيعة التحشحال إذا ملأتها بأكبر حجم ونقدر فيها مفهوم يعني الحجم الأكبر لتقدر ترفضوا هذه البالونة مفهوم إذن لازم نفرقوا ما بين السعة وما بين الحجم يلا اختلاف آخر وشي يقول وحدة قياس الحجوم دوليا هي المتر المكعب إذن الحجم باش نقيسه بالمكعب مثلا المتر مكعب سنتيمتر مكعب مليمتر مكعب إلى غير ذلك أما شوفوا لهنا يستخدم أحيانا اللتر لتعبير عن حجم السوائل أو سعة الأواني إذن في بعض الأحيان نشوفه في التمارين يحسبونا بالليتر وأحجام أخرى ولا سعات أخرى بزدي سي ليتر إلى غير ذلك مفهوم إذن إحنا راح نشوفه كيفاش نحسبه ونحسب التمارين يعني التمارين يقول لي حول إلى كذا ولا أعطيني سعة بالوحدة هذه إلى غير ذلك لهنا لحظوا أبنائي لازم علينا نحفظوا الجدول تعلقية ستعنا وحدة السعة يلا وشنهما الساعات يعني ساعات أبنائي هي الليتر الدي سي ليتر إلى غير ذلك يلا أصغر وحدة للسعة هي ميلي ليتر جي بعدها سنتي ليتر الدي سي ليتر الليتر دي كاليتر هيكتو ليتر مفهوم كيلوليتر هدي ما كش منها فقط نكتبوها ولا نخلو لها خانة فرغة باش نعرفو نحسبه أما الحجوم دوما الحجم عندي سنتيمتر مكعب دي سي متر مكعب متر مكعب إذا تفكروا دوما الميلي ليتر حطو تحتو سنتيمتر مكعب يعني هاد الخانات الثلاثة قاع تاع السنتيمتر مكعب نفس الشي هاد ثلاثة واحدين ثلاثة هادو تاع الدي سي متر مكعب وثلاثة آخرين تاع المتر المكعب إن شاء الله أبنائي رح نشوفو كيفاش نحولو سواء من السعة إلى الحجم أو العكس من الحجم إلى السعة يلا أبنائي ننتقل إلى جزء آخر وهو قياس الأطوال ووحدات الطول نفهم إذا نعرفو احنا الأطوال باش نقيسوها أبنائي بسعمل مثلا شارط لام متري أو مستر إلى غري ذلك إن شاء الله رح نتعرفو على أداة جديدة تقيس الأطوال إذن يلا وشنو هي هذه الأداة هي القدم القنوية إذن وشنو هي القدم القنوية هي جهاز نستعمله لقياس الأبعاد دقيقة وشو معنات الأبعاد دقيقة؟ معنات أبعاد حبيت صغيرة جدا حبيت نعرف الطول التحى مئة بالمئة صحيح إذن نستعمل القدم القنوية مفهوم؟ إذن نحضر القدم القنوية من ماذا تتكون؟ تتكون من هنا عندي قياس الأعماق مصطرة ثابتة مدرجة هذه لولب التثبيت عندي اللي هنا فك متحرك معناتها هنا اللي حنقس الطول تعشيء التاعي المرات قياسه فك ثابت إلى غري ذلك مفهوم أبناء أي؟ إذن هنا لحظوا بلي نحط الحاجة لني حاب ننقسها مثلا علبة إلى غري ذلك يعني أي شيء يحبي تلقيس الأبعاد التاعه نحطها هنا ونشوفوا بلي الفك التحى المتحرك يتحرك يتحرك إلى أن يأخذ الأبعاد الصحيحة التحى ونحبسوها مفهوم؟ هذه هي لماذا تستعمل القدم القنوية إذن تختلف طريقة وأدوات القياس باختلاف المقدار المرات قياسه مفهوم؟ أنا مثلا إذا حبيت نستعمل نقس طول إنسان وش نحن نستعمل؟ نستعمل شريط المتري مفهوم؟ محنت نستعمل المسترة إذا حبيت نقس مثلا طول سيالة راح نستخدم المسترة مفهوم إذن كاين كل وحدة والأدات اللي لازم نقس بها مفهوم إذن نعوده مع بعض وش عندي لقياس الأطول؟ عندي الشريط المتري يعني owns المترة القدم القنوية و عندي مثلا المسترة التاعي مفهوم؟ تستعمل القدم القنوية لقياس الأطول الدقيقة يعني كنحب نقئسها 100% صحيحة إذا نشوفوا أبنائي علش قلنا لازم نحفظوا جدول الحجوم والسعات والأطوال إلى غير ذلك يعني لازم نحفظوا مئة بالمئة لأنه كيفاش يطح لكم على هذا الشكل مفهوم مثلاً هنا قالي 3.5 ديكامتر كم يسوي من ديسيمتر إذا أنا نكون أرصنت الجدول تاعي ميليمتر سنتيمتر ديسيمتر متر ديكامتر هكتومتر وكيلو متر مفهوم وش ندير اللي قبل الفاصلة هي اللي نحطها في الوحدة المطلوبة إذن 3 هي اللي نحطها في الديكامتر إذن يلا أبنائي نحط 3 في الديكامتر وش كيين بعد 3 كيين 5 إذن خان اللي قم بعدها نكتب 5 لما نقال ولي حوله للديسيمتر إذن نضيف صفر حتى نلحق الوحدة المطلوبة إذن يسوي 350 ديسيمتر مفهوم يلا ناخده مثال آخر 214.2 سنتيمتر إذن قلنا دوماً هذا اللي قبل الفاصلة هو اللي نحطه في الوحدة المطلوبة إذن نحط الربعة في السنتيمتر يلا أبنائي هاي الربعة نحطها في السنتيمتر قبل الربعة وش جا 1 وقبل الواحد 2 يلا نحط بعد الربعة وش جا 2 أنا وين قل يحولي هاي الهكتومتر إذن يلا هاي الهكتومتر نزيد الأصفار في الفراغات وأضع الفاصلة بجانب الهكتومتر إذن تسوي 0.0 2142 هكتومتر وحد أخرى 2 سنتيمتر إذن نحط 2 في السنتيمتر شحل تسوي متر نزيد الأصفار إذن تسوي 0.02 متر نفس الشي 27.03 متر هذا اللي قبل الفاصلة هو اللي نحطه في المتر إذن نحطه 7 في المتر قبل 7 وش جا 2 بعد 7 صفر وبعد 7 صفر إذن نحط كيمارا هم راتبينهم سوا سوا وين قال لي حبسي في الميليمتر إذن زيد 0.01 مفهوم 27.030 ميليمتر إذن هكذا أبنائي طيح لكم دوما دوما هذه في الفروض تعكم دوما نطيح حول إلى الوحدة المطلوبة مفهوم إذن لازم نكونوا علينا حفظين الجداول تعناتها القياس إذن أبنائي هذا بالنسبة للدرس عنها اليوم اللي كان مقدمة يعني شفنا الفرق ما بين الحجم والسعة وشفنا كذلك باللي لازم نحفظه الجداول الأطوال والساعات والحجوم بتاعنا وكذلك شفنا القدم القنوية وكيف نقيس الأطوال إذا عندكم أي أبناء سؤال ولا استفسر خلوه لي في التعليقات وجيبوا عليه في أقرب وقت ممكن وكما نقول لكم بالتوفيق إن شاء الله وحنكملوا بقية الدرس ثاني